يعني هل من المعقول أن الولايات المتحدة الأمريكية اللي صرفت مليارات الدولارات وكانت الشركات النفطية دوره في عملية الغزو والتهيئة إله تأتي وتسلم العراق بأرضه ونفطه إلى إيران؟ يعني كيف؟ ما هي أين مصلحة أمريكا في هذا المجال؟ والله هذا من الصعب الإجابة عليه بشكل مباشر لكن يبدو أنه العلاقة القائمة ما بين إيران وما بين أمريكا أعمق بما نتصور بكثير يعني هل هي صارت قسمة غرماء؟ هل هي صارت هادي إلك وهادي إلي؟ ما تعرف بصراحة يعني لكنه إيران مو بس بالمنطقة مو بس بالعراق وإنما تلعب دور كبير فيما يتعلق بدول أخرى أيضا يعني تحت غطاء المقاومة وتحت غطاء أنه مقاومة إسرائيل وما شابه ذلك لكن بالنتيجة العراق الآن أصبح لقمة سائغة بيد إيران يعني جيب لي موضوع واحد نتحدث به لمن المسبيت دور الإيراني المباشر تتحدث عن نفط تتحدث عن حقول المتجاورة والمشتركة ما بين العراق وما بين إيران ونلاحظ أنه إيران أعطيت الحرية في تطوير هذه الحقول واستثمار مباشرة ما سيطروا على البعض؟ ما اعتبروا القسم من الحقول إليهم أيضا؟ طبعا دا أقول لك يعني يعني هذا التطوير مشترك يعني حق الأجازاد وحق النفط خانة وحق الأخرى موجودة يعني كل هذا يطوروها ويشتغلون عليها موسيقى